ودي أن نتحدث عن الشعراء والصبر غالباً يقال أن الشعراء يحكون معانات ليست معاناتهم هم يصورون معانات آخرين على الأقل الصبر كيف وجدت الشعراء مع الصبر؟ لا الشعراء كبكية الناس بل أنتم بشر من خلق يحملوا معانات وفيهم الصابر وفيهم الشجاع وفيهم الجبان وفيهم الكريم وفيهم البخيل لكن الصبر عبروا عنه ولذلك ينقل كلام الشعراء لأنه موزون ومقفة وشعر فينقل للناس وكل يذكر معاناتها لكن الشعراء أكثر نقلاً وذيوعاً وشوعاً الصبر لهم مجالات لا أذكر أمثلة مثلاً الحطيئة أتى إلى المدينة وابن عباس مات أبوه العباس رضي الله عنهم عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان عليه الحزن طبعاً أموت مات أبوه قال صبر نكم بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده أجرك خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس كلام جميل وفيه تعزية حتى يقول أبو تمام يعزي أحدهم يقول أتصبر للبلوى رجاء وحسبة فتؤجر أم تسلسلوه البهائمي شوفة فلسفة أبو تمام يقول مصاب يقول أتصبر للبلوى رجاء وحسبة يقول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما في البخارية يعني أنت تصبر الآن رجاء وحسبة فتؤجر أو تسلو بعدين تنسى تسلو سلوه البهائمي ترى لم يصبر في الصدمة الأولى ليكسى باجر ترى بعدين بيسلو وينسى أي حبيب لو كان أعز من نفسه صحيح فهذه فلسفة لهم طبعاً في بعض الشعراء لهم طموحات قوية يقولون من أحسن قصائد المتنبي وطاعن خيلاً الليلان هذه في الصبر قال أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي والدليل سجعني باقي يا حي وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمره تمرست بالآفات الحوادث من صبري من هنا ومن هنا وسلمت تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات أمات الموت ما يأخذ أمات 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 الموت أم ذعر الذعر حتى الخوف خاف من أم ذعر الذعر وأقدمت إقدام الأتي الأتي السير القوي وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وترو فلا تحسب أن المجد الدفاً وقينةً فما المجد اللي الذكر والفتكة البكر إلى آخر ما كان يقول من ضمن البيات هذا يقول وأستعظم الأخبار قبل لقائه فلما التكينا صغر الخبر الخبر لقصيدة طويلة طبعاً كلهم يعبر منهم من يكون صابر على الآلام والمشاق ومنهم يقول صابر في المعركة من من يكون صابر في المعركة قطر من الفجاء من زعماء الخوارج ومن أشجاعهم الإطلاق هذا رهيب هو اللي يقول اللي يقول أقول له وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحكي لن تراعي فإنك لو سألت بقى يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي خاطب نفسك فصبراً في مجال الموت صابراً فمن الخلود بمستطاع في الدنيا خلو الخلود بمستطاع وما ثوب الحياة بثوب عزة فيخلع عن أخي خنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حية وداعيه لأهل الأرض داعي هذا هو الخوارج هو خارجي اسمه قطر جاء ابو نعامة من أشجع الناس كنو خارجي في معتقدي ابن حج الحموي له بيات في الصبر جميل وصل من حج الحموي وظفها في الحب والصبر بيتاني جميلان أنا قرأت لحد العدباء تعرف يمزحون العدباء يقول أحسن من 13 ديوان فزوتتنا قلت 13 ديوان كل ديوان 750 صفحة لأنه يقول اسمع اسمع التفنون ابن حج الحموي ترى من أكبر شعارات يقول لمحبوبه إن تحمي عيني أن تراك جعلت قلبي منزلك إن تحمي عيني أن تراك أن تراك جعلت قلبي منزلك ما أقبح الصبر الجميل بعاشكك وأجملك الصبر هو جميل الصبر أصير مر لكن القرآن استخدام القرآن يقول فصبر جميل هو المر أصلا لكنه إذا صبر في ذات الله وللمعالم المؤسر جميل يقول هو ما أقبح الصبر الجميل بعاشكك وأجملك يقول اللي يصبر عنك ترى يعني كل عبر عن هذه الأشياء الأبي الوردي أو من أحسن الأبي وردي هذا محدث أديب شاعر له ديوان طبع الأبي وردي محدث أديب شاعر يقول تنكر لي خصمي هو يقول دهري لكني حولتنا لأن الدهر لا ينسى بني تعرف بعض الأشياء في العقيدة تنكر لي دهري هو لفظه كذا ولم يدري أنني أعز وأحداث الزمان تهون فبات يريني الدهر كيف اعتداءه وبالتأريه الصبر كيف يكون جميلة تنكر لي خصمي ولم يدري أنني أعز وأحداث الزمان تهون فبات يريني الخصم كيف اعتداءه وبالتأريه الصبر كيف يكون أنا أذكرني بأبي نواسي يقول تسترت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام عني ما درته أين مكاني ما عرفنا مكان